السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي النهاردة هنتكلم عن وصفة مهمة قوي قوي هتنفعك جدا جدا في تربية البط أولا البط بتاعك إن شاء الله مش هيجيلك وساح الرش بتاعه مش هي مش هي تعبك وهو بفضل تطلع الرش دي هنحط مكونين حلوين جدا جدا هيزود في حجم البط جدا وهيوفار لك في العلف جدا حاجة بدرميها في الزبالة بس هتخلي البط بتاعك ما شاء الله يوصل لأوزان عالية جدا وكمان مش هينهش في بعضه هتديله هتعوضه كلسام جامد هتخلي صحته حلوة هتخلي كمان حجم البط يبقى كبير البط كده تبقى كبيرة ما شاء الله ورعها حل الحاجات دي كلها بحاجات بسيطة خالص المفروض احنا يعني مش بنحتاجها يعني هنحط حاجتين يعني أرخص من بعض وفي نفس الوقت هايوفرولنا كتير جدا جدا في الأكل وهيديك أوزان وهيخلي البط بتاعك شو بيلمع وصحته حلوة جدا طبعا البط دوت بط بلدي مجنس الأم مسكوفي والأب بلدي عادي ما شاء الله يعني هو أما بالضبط كده كان دول في الوقت ده عندهم حوالي شهر تقريبا يعني شهر وخمسة أيام حاجة زي كده ما شاء الله بدأ يغير ريش زي ما انتم شايفين كده ودي أخطر مرحلة عشان كده أنا نزل عليه بالوصفات وبالأكل الكويس الحلة دي تعتبر كنز 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 بمعنى الكلم حلة ديت فيها ايه بقى دي مش دي الوصفة برضو هقولك على الوصفة التانية أنا بحطها عليها العشفه النمى دي الحاجات اللي انا بحطها عليها ماي آه دي الحلة اللي احنا بنعمل فيها خلطة الرز باللشيشة كن لكم عارف ينا اللي مش عارف خلطة الرز باللشيشة ديت يقول لي في التعليقات وأنا اجيب لها الفيديو وأنا قعد غض tule鐵 بتاعالفيديو يعني اللي بشوفنا لأول مرة وعRichب اعرف ايه رحبت rece Fall البدو الشيشة الخلطة الموفرة اكتب لي في التعليقات وانا اكتب له اللينك بتاع الفيديو وحطت عليها عيش ناشف وحطت عليها مية وركنتها شوية لحد لما ايه العيش بقى طاري كده وجبته ليهم ده اعمليه ليهم كل يوم وانسي العلف الخلطة دي هتسمن معاك البط بطريقة زي ما انت شايف يقدر الله مصلى على النبي الله اكبر يعني احسن من مليون علف بس في نفس الوقت انا مش بشيل العلف خالص انا هقولك دلوقتي على الخلطة اللي هعملها ليهم وعلى المكونات اللي هحطها على الخلطة علشان يعني تزود في حجمهم وفي وزنهم وتزبط صحتهم وتزبط الكلسم عندهم وتزبط رجليهم وكمان الاملاح وكل حاجة يعني هنعمل خلطة كده متكاملة للبط علشان تزود مع وزن انا عايزة البط ده بامر الله ان شاء الله يلحق رمضان بقى اي شكل فعلشان كده انا بعمل له كل الخلطات والوصفات اللي انتو شايفينها دي يعني على اقل اتبحه كده على نص لمضان اتبح منه ولو حتى اللي هي النتي طبقى النتاية طب تتدبح هم الحمد لله تقريبا معظمهم طلعوا نتي فدي حاجة عجباني قوي لان النتاية بتقفل بسرعة قبل الذكر نتاية البط بتقفل على عمر ثلاث شهور انما الدكر بيحتاج لخمس وست شهور على بل ما يقفل ويبقى يعني حاجة كويسة وطبعا عشان تتبحيه بقى حاجة حلوة قوي لازم تسيبيه سبع شهور او يبقى تاع عمر ثمان شهور عشان يبقى سبع شهور ده بيبقى ممتاز بقى انما النتاية من ثلاث شهور اربعة بتبقى حلوة جدا اول ما تلاقي البط ريشه قفل لحد الديل وكل ريشه قفل مع بعضه وتيجي تشيل ريشة كده تلاقي مفيش فيها دم ده كده البط تمام واستوى وحل ويبقى كويس للدبح طب تعالوا بقى ما اقول لكم على الاسرار اللي انا بعملها للبط عشان اوفر وعلشان ازبط صحته كمان ده العيش القديم اللي هو اللي بيبقى فايد من الاكل ما بنرموهش طبعا بنحطه في الشمس بنشره في البلكونة كده في الشمس وكمان اشرب البيض بتاع الفراخ بيض المسلوم ما بنرموهش ابدا اشرب البيض ده يعتبر كينز بيستخدم في مليون حاجة فمن ضمنها ان انا بحطه للبط شايفين الكمية اشرب بفراخ بقى بطفراخ على بطس من بقى مش عايز اقول لك هنعمل فيهم ايه بعد ما نشاف لهم كويس في الشمس وطهرناهم وعقمناهم لو انت مفيش عندك شمس انا عامل لهم دول من فترة يعني قبل الجوة ما يقلب كده ممكن تحطيهم في الفرن شوية وتطفي النار يعني تحمصيهم في الفرن علشان كمان اشرب بيضي الطهر واتعقم والعيش ينشف معيك ويبقى سهل ان انت تدقي انا هدقه لان انا ما عنديش مدشة لكن انت لو جنب منك مدشة يبقى سهل جدا انك هتودي المدشة يندش كده كله في بعضه ده يعتبر كنز ان هيزود معاك العلف بتاع الطيور يعني هيوفر معاك في اكل البط وفي نفس الوقت هيزود في وزن البط لان العيش طبعا فيه خميرة اشر البيض فيه كلسم كده انا دقيته هزي ما انتم شايفين وهحط منه بقى شوية على الخلطة اللي هنعملها دي انا بعمل البط دوت ايه بحط 3 كيلو دشيشة عليهم 2 كيلو ردة انا بحب الردة جدا للبط البط بيتخلي البط تقيل ومشاء الله بيزد بعد ما يكمل شهر يعني تبدأ تحط الردة دي بعد البط ما يكمل شهر تحطيها كتير انا بحطها من قبل بسيطة علشان يتعاودوا على طعمها لكن ببدأ احطها كتير بقى وده العيش الكبير بسيبوا عشان ده انا بابلوا مع الخلطة بتاعة الشيشة الموفرة دي فانا هعمل لهم الخلطة اللي انا بأكلها لهم دلوقتي قدامكم 3 كيلو دشيشة عليهم 2 كيلو ردة واحط عليهم حوالي مقدار كيلو من اللي انا تحنا دوت من اللي اش شاف بعضه دوت وهقلبهم على بعض ومش بزود عليهم بقى علف غير هو كيلو واحد علف يعني بمعدل العشر بطات بيأكلوا نص كيلو علف تسمين تركيز 21% في اليوم عندي الكسب يعني اعرفيني الكسب اللي هو اللي بيبقى معمول كده صوابع ده ممكن داد بنليف مية ليهم زي العيش كده وتحطيليهم ممتاز بس انا ما بقدرش استعمله لان مش هينفع احطه الا لما كون موجودة بس ما بلحقش يبوش مني فما بعرفش استعمله الصراحة عشان كده بعود عنه بخلطة الدشيشة للموفرة اللي انا بعملها وبالعيش النشف اللي انا بحط عليه المية ده لكن الخلطة دي بقى انا بحطها تفضل قدامهم بالليل وبالنهار يعني تحطيها لهم من بعد العصر ياكلوا فيها لحد الصبح دي هيكلوا فيها لان مش هتقدر في تخطي حاجة ببلولة بالليل عشان خاطر ما تحمدش قدامهم فاهماني؟ فاكده دي العلف اللي انا بعملها له موفرة جدا 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 بقى اقلها اسعار طبعا انت شيشة مش غالية ولا الردة مش زغالين زي العلف والحمد لله في فضل الله البط مش بيخس ولا هينشف منك خالص هتحس ان البط بتاع كريشف مش بيأكل اكيد عنده مشكلة بكيد عنده مشكلة اعيان في حاجة اما ديدان حطيله اما نوعه اصلا وحش يعني انت اشتريتي وطلع النوع مش بيكبر يبقى سردة او عنده مشكلة يعني عنده مرض لما بيكون قطع اكل وشرب كده يبقى ده عنده مرض لازم يتعالج غير كده البط ما شاء الله عليه بيأكل والخلطة اللي انا عملتها دي تنسيت اقولك بقى اصورها الحتة دي ان انا بحط عليها معلقة كبيرة او معلقتين كبار من الملح الاكل ملح الطعام وبقلمها كده على بعضها وحطها لهم دي نشفة بعيد عن الميا علشان ما تعفنش ولا تحمدش لكن الاكل اللي فيه مياه هوت هيكلوه وانا موجودة انا ما بحطش الاكل ده الا كل يومين مرة لكن انت لو لوحكتك جنبك هتحطي كل يوم البط بتاعك هيبقى اضعاف البط ده ان شاء الله باذن الله يعني البط عندك هيبقى احلى من البط بتاعي مليون مرة كمان اتمنى يكون الفيديو عجبكو وفعلا خلطة حلوة وموفرة ومش هتعمل معاك مشاكل خالص ان شاء الله بالعكس هتخلي البط بتاعك صحته حلوة وجسمه كده يبقى كبير ان العظم بتاعه هيبقى حلو فهيملى معاك لحمة ويبقى جسم حوله اتمنى يكون الفيديو عجبكو تستوى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته